هل أنا وقت اللي نهز الكاميرا والمايكروفون متاعي ونمشي نشارع حبيب بورقيبة اللي فيه التوينسل كله ونسأل الشعب التونسي ونقول له ما هو اسم الرسول عليه الصلاة والسلام وتجاوبني مرة وتقول لي بلي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام هل الفيديو هذا انت وقت اللي أنا بش ننزله وانت بش تشاهد وهل انت بش تتفاعل معاه هل انت بش تكتب كومنت وتقول والله يعطيه الصحة برافو احسنتي انت بش تشوف الفيديو بش تتعدى لان المعلومة لا تستهلش ما تستحقش تفاعل هي معلومة بسيطة جدا حتى انسان مش مسلم يعرف اللي الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه محمد فهي معلومة عادية فيديو عادي مش مستفز ما فيش حتى شي خليك انك انت تنبهر فماش عليش بش تعمل شال فماش عليش بش تعمل لايك فماش عليش بش تعمل كومنت بينما لو هي جاوبته قالت الرسول اسمه عبد القادر ولا اسماعيل ولا يوسف الفيديو بش يكسر الدنيا الفيديو بش تعمل الاف من القامس خطرك انتي وبرشك كيفك بش تنطق من جنابك بش تنفجر وتقول يا ديني راهو الرسول ما تعرفش اسمه بش تندعتها بالغابة بش تسبها بش تضحك بش تبعث الفيديو العبد اخر تقول وشوف الطفلة هذية كيفش متعرفش اسم الرسول بش تهبطها على الصفحة متاعك ممكن كانك من بلاد اخرى بش توريها لاصحابك تقول شوف الطونسة قداشهم اغبية ما يعرفوش اسم الرسول فالفيديو بش تعمل باز هذك عليش الفيديويت متاع الميكرو تروتوار اللي الناس تشكها منهم الكلهم النوعية هذية متاع واحد مثلا ما يعرفش بلي ثلاثة فوى ثلاثة هي تسعة ما يعرفش جدول الضرب متاع واحد يخرج يسب نساء تونس متاع واحد يخرج يبين انه هو مثلا ملحد متاع واحد يخرج انه هو مختل عقليا هم يعملوا انترويوز في شرح ببرقيبة مع بارشة ناس يعملوا مع ثلاثين واحد منهم تسعة وعشرين واحد بعقلوا انسان عادي انسان طبيعي انسان اجوبته عادية ومنطقية منهم واحد مثل ثلاثين هذوك واحد قال حاجة استفزازية عمل تصريح غريب قال حاجة بالحق ماهيش منطقية هذيك هو صاحب الفيديو هذيك هو اللي نزلوهم على القناة اليوتيوب متاحهم خاطر عارفيه انه كلمه بيش يعمل البوز بيش يولي ترند بيش يعمل برشة تفاعل بيش يبلون برشة مشاهدته بيش يدخلوهما برشة فلوس كل ما كان الفيديو استفزازي ومش منطقي وغريب كل ما الفيديو هذيك بيش ينجح دونكوما بيش يوليو يختاروا النوعية هذيك متاع العباد وينزلوهم على القناة متاحهم والغليم في بلدان اخرى مجاورة يتبعوا في الاعلام وبالتالي قول لك هذي اعلامة ما همش اعلام تونسي دونهم على قناوات يوتيوب الميكرو تروتوار هذي اللي هو يسعى ان هو يخرج شعب ما بصورة سيئة موجودة في البرشة بلدان موجودة في الولايات المتحدة الامريكية يتعرضوني برشة فيديوهات في الولايات المتحدة الامريكية يعملوا انو الفيديوز مع امريكان يخرجون في صورة انهما جهال ما يعرفوش شيء ما يعرفوش شيء ما يعرفوش شيء على الجغرافيا ما يعرفوش شيء على العالم خارج الولايات المتحدة الامريكية فانت كتشاهد الفيديوهات هذو ما تقول الامريكان اغبياء كيف كيف فيديوهات من النوع عشرة بير ماوس اوباما في مصر تتوريلك صورة ان المصريين لا يتقنوا للغة الانجليزية في حين اقوى داكاترا بتاعترجمة معظم الافلام ما تفرجوا فيها في mbc2 غيرها مترجمينها مصريين واحسن واقوى صانع محتوى متع لغة انجليزية في العالم العربي هو مصري هي ظاهرة عالمية مش موجودة كان في تونس وبش توصل البلد متاعك انت لو انت ما عندكمش الظاهرة دي بش توصل على الخطر هي ظاهرة اصبحت في العالم الكل فما يجيش انك انت تحكم على بلد كامل وعلى شعب من فيديوهات من نوع هذي لانها ما تحكسش الشعب تماما انا جربت اني انا نوقف عباد في الشارع ونحكي معهم الشعب التونسي ما يحبش الكاميرا ما يحبش يحكي مع عباد في الكاميرا ما يحبش عباد تسألو والله كانت تعطيه حتى فلوس ما يقبلش فالعباد دي جاوما اللين هما يرضاوا انه هما يخرجوا امام الكاميرا ويحكيوا مع صحفين هما قلة قلة قليلة معتا قلة قليلة من الشعب فما بالك العباد دي ينشوفوا فيهم هذوما من نوعه انا ننطر في المتروات ويا مروان وما نعرفش نوع نتمنى ان رسالة وصلت شكرا لك اشتركوا في القناة